العريس اللي أنا بختاره بحب أني ارتبط فيه أنه يكون رجل متزوج وعنده عائلة وعنده مرأة اللي بتحب ترتبط فيه هو شو؟ هو رجل أنه يكون متزوج أوكي، بديك رجل متزوج ايه وعنده مرأة؟ ايه وعنده عائلة يعني أولاد ليه بديك يام جوّز؟ بدي يام جوّز لقد كنت كنت تؤهر غيري لأنها تتزوجت أخر ما تتزوجت بديك تأهري؟ ايه مين؟ مرته اللي أنا بدي أنزل عليها ذرة وليبديك تأهريها؟ أنه لأنه هي تزوجت بانت عائلة ايه ويوجد عائلة وصار عندها جاوت وأنا بعد ما تتزوجت وبحب أن نزول بهذا الصراع ونفسه على جوزة بديك تفوتي مع الصراع وبديك تنفسيها على زوجة ومين بديك تطلع ربحان بالآخر؟ إذا قلت في صراع وفي منافسة مين بديك يربح بالآخر؟ الشاطرة فينا مين اللي أشطر؟ يمكن أطلع أنا أنت شو بدك؟ بدي أسرق جوزة منها بدي أغضو ليه بديك تسرق زوجة مننا؟ ليه؟ لأن أنا ما زوجت بس ليه ما بتخدي عريس أعزب؟ رجل أعزب؟ ليه رجل متزوج؟ لأنه بالنسب أنه تقدمي بالسن أنه ما بقلقي رجل أعزب يعني مين اللي؟ ليه؟ ليه؟ أنه خلص هيدي كبيرة صارت أنه بدي أحد كبير بالسن مثله قدي يعني كبيرة عم نحكي؟ ممكن أسألك قدي عمريك؟ عم بتقولي صارت كذا مرة عم بتقولي امرأة كبيرة قدي شيعني امرأة كبيرة؟ امرأة سبعينية؟ لا ثمانينية؟ يعني سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين؟ بعتبر حالك امرأة كبيرة؟ ايه؟ أنه المنجيلي عندهم أولاد ايه وفي منجيليك ما عندهم أولاد وفي منجيليك ما تجوزوا وفي منجيليك هلأ بيحبلوا صح؟ صح ليه بتشوفي النص الفاضي مش النص المعبة من القصة؟ لأنه أنا كل المنجيلي تجوزوا وفضلت أنا مدي متجوزة وبتاخدي مجوز مهم تتجوزة؟ ايه أنه ما بحب يعني بظلك عزبة؟ ايه بتطلع هيك بشوف بطال كيف؟ كيف تخيل حياتك معه؟ عايش انت وياها بنفس البيت؟ أو كل واحد ببيت؟ بقبل عيش معها بنفس البيت تقبل تعيش معها بنفس البيت؟ وبدك عريس مزوج؟ بس كرمال ما تبقى؟ بالبيت عزبة ايه؟ أمل لو كان عمرك عشرين سنة كنت بتحكي هالكلام؟ أكي لا مش عذاب للمرأة لما بده يقسم وقته بينك وبينها ويفضلها عنه يفضلك مش عذاب رح تكوني عم بتعيشين؟ لا إذا فضل مرته الأولى إذا صرف على زوجته الأولى مصاري أكتر إذا ما تطلع فيك مش عذاب لقلك؟ عذاب بلا عذاب بين هيدا العذاب وعذاب إنك تبقى عذبة أي عذاب أرحم برأيك؟ أعذاب معه أرحم من إن بقى عذبة ولو حتى عذبك ولو حتى عذبني وقهرني وغازني بالتانية بس فضل إنه عيش معه